يعني أنا بصراحة شوفي يعني عندما قيل لي أنه في ولد ثاني وغايب عني عشرين سنة قلت أي أم هذه أي أم ولدها غايب عشرين سنة ما جابت طاريه ما تخلي أحد يجيب طاريه ما حد يتكلم عنه ما صارت هذه لكن هناك يعني في استثناء من القاعدة إنما القاعدة العامة لا يمكن في أم يعني تقسو على عيالها هذه القسوة لدرجة أنها تطرد ولدها من حياتها إلى عشرين سنة إلا إذا كان جريمته كبيرة جدا جريمة لا تغتفر لا حقيقة أنا هنا في حكاية الزواج بجد أنا ما أدخل فيها الحقيقة هذه مريم الغامضي أنا حتى ما أدخلت في زواجات عيالي بالعكس كل واحد أقول له أختار وأنا علي أقول أنا موافقة إنما أختار خيرة كويسة يعني أتذكر مثلا بنتي جالها ورجال كبير وكذا يعني وما في تكافؤ وما في أبوها كان يزوجها رفضت قلت لها أخذي واحد في سنك إن شاء الله حتى يكون توا مبتدئ يعني يكون توا خري الجامعة ولسه ما حصل على وظيفة أنا معك أعين وعاون بس لا تأخذين أحد في فارق سن وفارق ثقافة وفارق أشياء كثيرة تعرفين تعامل فلا ما أدخل في هذه إلا مثل ما قلت إذا الأمر خلاص لا بد مني طبعا رح أزعل كيف يعطينا حصتي شون يعني يعطينا حصتي ليش صرت مثلي مثل العيال أنا أعطي ما أأخذ أنا كمريم الغامدي يعني أتوفق أبو عيالي ما أخذ منهم شيء يعني أبدا يعني ما أدخلت في التركة حقتهم وهذا حقهم لا يعني أنا من الناحية هذه كثير أراعي ويستغربون الناس كثير أراعي حكاية أنه أنا أعطي حرية واستقلالية للشخص للإبن للحفيد لأي أحد فأكيد حكاية أنه هو يعطيني نصيفي والله هو أبو شا قوله أقوله خلاص عطني نصيفي وروح أتوكل على الله بيع البيت وين يا ربي يمكن يعني حبي لأحفادي اللي هم عيالي شروق هبا وسراب كنت كثير أحبهم وفي علاقة علاقة يعني كثير قوية وعميقة بيني وبينهم وسراب كان لما يغني وأهاوشة وأقول له لا تضع يعني طبعا كلها مزح وأنه لا تعمل هذه علاقتي بأحفادي يعني وهم صغار وهم كده أتذكر المشهد اللي جاء بعدها لما جاء جاء خالد وجاء بناته وعياله في البيت ودخلت الغرفة تهبا أنا الحين بدي أبكي لما بكيت وتذكرت هبا لما كانت تجري وتجي وتبوزني وتحضني وكذا في نفس الله هنا حسيت أني مريم الغامدي ومزنى واحدة أنا أقول يعني خلك نفسك شلون يعني الشيء الذي لا تؤمن به والذي لا تقتنع به لا تجامل فيه على حساب نفسك لا تخلي الآخرين يستغلونك يستغلون أخلاقياتك يستغلون طيبتك وضعفك يعتبرونها ضعف ويستغلونها ويصعدون على كتافك فكن نفسك وكن عزيز نفس وعمل ما تراه مناسبا لك تحياتي لكم أتمنى لكم كل توفيق وكل ازدهار إن شاء الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر